امام عشور حقيقي منذ انضمامه للنادي الاهلي عامل فارق بشكل كبير جدا مع نادي الاهلي يا جماعة انا بحب اللعيب الكورة اللي عنده شخصية يعني انا بتكلم كورة ايه اطلع خلاص يا جماعة امام عشور وحش ابتدى افشا يرجع تاني ابتدى يلعب السهل ابتدى اداءه جوه الملعب مفيد للفرق كريمة دباس من اللعيبة الكويسة عندك اتنين لعيبة يعني في الفترة الاخيرة مش عاجبيني بصراحة قاله ديانج ومروان عطيه اداءه جوه الملعب اللي هيخلي الناس كلها تسقفلك وتشجعك وتسندك وهل هيبقى فيه مهاجم يعني فيه تعاقد مع مهاجم اجنابي الفترة اللي جاية بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج زا ديفندر من اي ميديا سبورز واتشرف دائما بتبعيدكم واتشرف بتعليقاتكم وان شاء الله دائما نكون عند حسن الظن مباراة الناد الاهلي ومديامة بطل غانا مبروك فوز الناد الاهلي مبروك لجمهور الناد الاهلي مبروك للجهاز الفني واللعيبة حقيقة مباراة مباراة رائعة الشوت التاني يمكن الشوت الأولاني كان فيه تصرع من لعيبة الناد الاهلي ويمكن فيه مواقف مباراة حصلت في المباراة كان ممكن الناد الاهلي يصعب المباراة على نفسه خصوصا كمان فريق مديامة عنده عناصر مميزة يمكن انا وانا بتفرج على المباراة افضل العناصر اللي عنده في نص الملعب والهجوم لعبة كرة بيقفوا صح استلامهم للكرة صح عندهم الدافع لانك انت برضو بتلعب قصاد فريق كبير قصاد الناد الاهلي بطل افريقيا فطبيعي ان الحماس كان زايد ودايمكن الشوت الأولاني الناد الاهلي كان عنده مشكلة دفاعية ودايمكن اللي بتكلم عليها دايما في فترة الأخيرة فيه مشاكل دفاع مش في الناد الاهلي بس في مصر في العموم ومحمد عبد المنع مياسر إبراهيم مبارا فيه اكتر من خطأ مبارا كان ممكن يكلف الناد الاهلي كتير جدا كان ممكن يصعب المباراة كان ممكن الشوت الأولاني لولا تقلق الشناوي اللي انا بقول فعلا يتقلع عليه حارس مصر الأول حقيقة جماعة الشناوي رغم فيه انتقاضات كتيرة جدا على مدار الموسمين اللي فاتوا كان فيه بعض الانتقاضات على الشناوي ويمكن فيه بعض الوقات كان ممكن بعيد عن المستوى بس انا دايما باحترم اللاعب او حارس المرمة لما يبقى فيه انتقاضات قوية ممكن تبعدك ممكن تبعدك عن المشاركة وممكن تبعدك عن منتخب مصر باحترم اللاعب دايما اللي بيقدر يرجع نفسه تاني ويرجع لمستوى الشناوي مبارح لولا تقلقه كان ممكن الناد الاهلي الشوت الأولاني كانت ممكن ان تبقى النتيجة عكسية ويمكن اول ما الشوت الأولاني خلص يعني جات لي كده ممكن كلنا جمهور الناد الاهلي وكل الناس اللي بتتبعدك المباراة كده ممكن تتصعب بس طبعا الخبرات لعيب الناد الاهلي وفي الشوت الأولاني اكتر من كذا فرصة امام عشور حسين الشحات كهربا كريم فؤاد فيه اكتر من كذا فرصة ضاعت كيتممكن تتصعب كيتممكن تقلب ضدك كيتممكن تبقى الامور تتصعب لان دايما في بداية المباراة اللي زاد لي خصوصا كمان في بداية دور المجموعات هي دي اللي بتديك الانطلاقة وبتديك الروح المعنوية وبتديك الدافع في البطولة في العموم لان هيا البداية هي اللي بتخليك تكمل طبعا الناد الاهلي نزل للشوت التاني فيه تركيز اللعيبه كانت نازلة مركزة العيبه كانت نازلة عايزة تخلص المباراة حقيقي يعني مبارح اداء حسين الشحات مبارح كان هايل حسين الشحات لما بيركز وفعلا بيستغل المهارة بتاعته بيفرق بشكل كبير جدا مع ناد الأهل لأنه عنده حلول يعني عنده حلول كتير جدا يمكن الموقف بس الوحيد اللي أنا ممكن عليه علامة استفاهمه عدم مشاركة بيرستاو يعني فوجينا مبارح إن كريم فؤاد بقى له فترة مش موجود بصفة أساسية حتى أنا يعني استغربنا ناس كتير جدا استغربنا ليه مفيش بدء بيرستاو بيرستاو ليه موقف كده أنا هتكلم عليه بس في العموم الناد الأهلي عمل مباراة فيه لعيب بقى أنا عايز أتكلم عليه وبصراحة لازم ياخد حقه أنا مش بتكلم على حقه لأنه هو بجامله لأ أنا الحمد لله ولا بجامل لعيب ولا هتكلم حد اللعيب كويس هقول لعيب كويس أنا واحد من الناس معجب بإمام عشور مش معجب بيه عشان خاطر انتقاله من الزمائك لأن الناس بتتكلم كل ما نزل حاجة على إمام عشور ناس بتتقمص وناس بتتزعل أنا معرفش ليه ليه الزعلة يعني لعيب كويس هجما إمام عشور حقيقي منزنضمامه للناد الأهلي عامل فارق بشكل كبير جدا مع نادي الأهلي يا جماعة أنا بحب اللعيب الكرة اللي عنده شخصي اللعيب الكرة اللي بقوا في كرة صح اللعيب الكرة اللي عنده رؤية اللعيب الكرة اللي عنده حلول مبارح الهدف الأولين اللي أحرزه كهرباء عن طريق إمام عشور عند الحلول مسكوا الكرة خلاص خدك خد الكرار إنه هو هيسدد التزديد ده بتاعته كارباء حط دماغه جون هو أنا وكان عفيك هشوت لأوليك أنا هيحرز هدف فأنا معرفش ليه الناس بتتقمص على ما بجأتكلم إيه الأمس ده يعني بتكلم كورة إيه أطلع خلاص يا جماعة إمام عشور وحش يعني عشان حضراتكم ما حدش يتقمص لعيب كويس مميز جدا مع نادي الأهلي إمام عشور في ظل الظروف في الفترة الأخيرة تزابزو بمستوى النادي الأهلي والحالة اللي موجودة بين اللعيبة هو الوحيد اللي مستوى سابت يمكن فيه مباراة كان مستوى سيء مش متذكيرها بصراحة وخرج واتكلمت عليه وقلت إن إمام عشور كان أسوأ واحد في المباراة اللعيب اللي هيبقى كويس أنا هتكلم عليه أقول كويس ناس تزعل بقى ناس تتعمل مانيش دخلا لإن فعلا لعيب كويس لعيب كورة يا جماعة لعيب كورة بيمسك كورة كده يقدر يعمل كورسات مراكز بيقف صح بيتحرك صح عنده الروح جوه الملعب وأنا باحترم نوعية اللعيبة اللي عندها روح بيقاتل بيموت نفسه ماهما كانت ظروف اللعيبة وماهما كان الأداء جوه الملعب بيموت نفسه اللي زعلان أنا بتكلم أنا معشور أنا والله ما معشور أنا يعني مفيش مبيلو بي حاجة ولا عمري شفت ولا هو شفني بس حقه إن ياخد الواحد يتكلم عليه لعيب كويس مش عارف إن تنزعلنا اللي أنا بتكلم أمام عشور أنا شايف إن إمام عشوره قلتها إن أفضل إمكانيات حاليا دلوقتي في الكورة المصرية إمكانيات عالية جدا من تركيز من سرعة من قوة من تركيزه من الثقة أنا بحترم اللعيب اللي عنده ثقة في نفسه عنده واثق في نفسه إمام كمل أنت لعيب كويس جدا وأنا واحد من ناس أنا بحبك قوي أتمنى إن تستمر على نفس المستوى ده حقيقة بجده هيبقى ليك مستقبل كبير جدا مع الناد الأهلي وهيبقى ليك مستقبل مع منتخب مصر وهيبقى ليك دور فعلا الفترة اللي جاية كبير جدا هروح للعيب تاني يعني حابب إن أنا أتكلم عليه وهو بيرستاو يعني مبارح بيرستاو حقيقي مبارح أول ما نزل هو أفشة بصراحة أفشة في الفترة الأخيرة لما بينزل ابتدى أفشة يرجع تاني ابتدى يلعب السهل ابتدى يبقى أداءه جوه الملعب مفيد للفرق ابتدى يبقى فيه بالآخر كده زمانة بتاني كده بيشغل دماغه عنده حلول كتير جدا بيرستاو مبارح نزل غير غير المباراة غيرت ميستر كولر بقى أفشة وبنزل بيرستاو فرقت مع النادي الأهلي هجوميا وبقى النادي الأهلي بقى ليه شكل هجوميا أفضل حقيقي بجد بيرسي من اللعيبة الكويسة يمكن مبارح حصل موقف ما بينه ما بين ميستر كولر بعد المباراة كان باين عليه الغضب وباين عليه الزعل وأنا عارف إن الموضوع ده ممكن ينتشر في السوشيال ميديا وفي فيديو أنا شفته النهاردة إن فيه مشكلة حصلت أو كان بيه زعل يا جماعة الكرة عادي 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 لما بيبقى متعصب وأنا قلت أكتر من كذا مر اللعيب بيبقى عليه ضغوط واللعيب بيبقى عايز يلعب بصفة أساسية وعايز يبقى مشاركته وبيرستاو من اللعيبة الكويسة مش دايما هنقعد نتكلم أسلت ده تعصب واصلت ده زعل واصلت قمص حلو إن اللعيب على فكرة يزعل وحلو إن اللعيب يبقى حزين إن هو ما بيلعبش أساسي على فكرة كل ده لصالح الفريق ولصالح النادي الأهلي أنا عارف إن الموقف ده ممكن يزيد شوية مع الناس والناس تتكلم عليه ويمتشر بس عادي كلنا كنا بنتعصب كلنا كنا بنتدايق فهي دي الكورة وهي دي المتعة هتكلم على كريم الدبيس كريم الدبيس من اللعيبة الكويسة الناس كثيرة جدا بتتكلم إن هو يعني قدم مباراة كويسة حقيقة بس قدامه فترة يعني كريم من اللعيبة المميزة بس ممكن الخبرات بتاعته يعني مع الوقت يعني ممكن يكون مستقبل لنادي الأهلي ممكن لأن في الناس بتقول لك ليه النادي الأهلي بيدور على على باك ليفت مكان معلول لا انت محتاج محتاج في المركز ده محتاج محتاج لعب تاني محتاج لعب عنده الخبرات محتاج لعب يفيدك في الفترة يا جل انك انت داخل على مرحلة صعبة انت عندك دور المجموعات ان شاء الله بإذن الله النادي الاهلي يوفق في دور المجموعات ويصعد للأدوار الاكسائية هتحتاج لعيب عندها الخبرات هتلاعب فرق وصد جماهير وصد ضغوط وصد مدربين بيتعاملوا معاك بتصرحات استفزازية لا انت محتاج خبرات النادي الاهلي لو بيفكر بيفكر للموسم يعني بداية يناير فطبيعي ان انت هتحتاج عنصر مهم لانك تدخل على مرحلة صعبة عندك كاس العلم للأندية برضو هتحتاج خبرات النادي الاهلي ممكن كريم الدباس يبقى احتياطي مثلا لعلي معلول لما يرجع ان شاء الله تعالى اتمنى ان علي معلول يفيد النادي الاهلي في الفترة اللي جاي ولانه هو عنصر مهم وهيفر مع النادي الاهلي في الفترة اللي جاي بس النادي الاهلي محتاج مركزين مهمين في الباك رايت والباك ليفت لان فعلا هم دول اقت والمهاجم يعني اوعى المهاجم المهاجم دي مشكلة يعني مبارح حتى كهرباء برضو ليه العزر بس كهرباء بيلعب بالخبرات بتاعته ممكن بيتمركز صح وبيقف صح ممكن ممكن هو في الفترة الاخيرة مشدود متانشن عايز يزبط وجوده موضوع الغرامة موضوع الاقافة كل الحاجات دي خصوصة كمان انه وقعت فترة ما بيلعبش فطبيعي انه ممكن تلاقي المستوى متغير شوية بس احرازه للهدف طبيعيا بخبراته هتديله الثقة برضو فيه عند يعني بخلاف بقى كهرباء والكلام عن كهرباء طبعا تواجده مهم بس مظلوم مظلوم انه بيلعب في المركز ده اللي هو اللي غايب عن النادي الاهلي يعني اللاعب المهاجم ده غايب عن النادي الاهلي بقى له فترة فكهرباء يلعب في الحتة دي اه ممكن الناس تشوف انه هو مش موفق فيها في الفترة الاخيرة بس تواجده مهم بيقف صحي زي ما قلت ممكن يخلص لك يخلص لك مباراة وده اللي حصل مبارحة الهدف اللي احرازه كهرباء فرق عندك اتنين لعيبة يعني في الفترة الاخيرة مش عاجبيني بصراحة قالوا ديانج ومروان عطي اللي اتنين مستواهم بعيد قالوا ديانج خصوصا كمان عليه علامة استفهام في الفترات كتير جدا مش ده قالوا ديانج هل قالوا ديانج خلاص مروان عطية برضو مش بدايته يعني حتى يعني مش ده مروان عطية اللي احنا متوقعينه في حاجة لازم يقعد مع نفسه لازم يراجع نفسه لان فعلا العنصرين دول مهمين جدا مع النادي الاهلي والنادي الاهلي هيحتاجهم خصوصا كمان يعني عمر السولية اصابته وكبر السن وابتعادوا عن المباريات فانت ما عندكش اللعيب الخبرة غير هما الاتنين دول قالوا ديانج هما الافضل اتنين مميزين دلوقت فلازم يبقوا يرجعوا مستواهم لازم الجهاز الفني مستر كولر يقعد معاهم لازم يشوف ايه النواقص اللي عندهم لعدة مستواهم هروح على العيب تاني برضو يعني عنده فرصة غير طبيعي يعني عندك فرصة صلاح محسن يعني صلاح انت عندك فرصة يا ابني تبقى مهاجم مصر الاول ومهاجم النادي الاهلي اللي الناس دلوقتي بتدور عليه وعايزون يبقى موجوده وبيتمنوا حد في الهجوم يبقى كويس طبعا بعد مودست يعني مودست اتصاب يعني مودست من ساعة ما جيه اصلا كمان هو قاعد ما بيلعبش واصابات وقالهم خبسة كيلو وستة كيلو وسبعة كيلو ما عالش هو الخصصان ده جيه باصابة يعني وراح لمدرب تاني واتمرن شغل بدني انا مش عارف بصراحة مودست يعني هل غالبا كده مودست بززبة كبيرة جدا مش موجود في النادي الاهلي ومش موجود في يناير في الفترة اللي جاي لان فعلا غير مفيد للنادي الاهلي خالص يعني جيه ما اضافش للنادي الاهلي سلاح مواصل مبارح انا برضو هتديله العزر هتديله العزر ان فيه ضغط في الفترة اللي جاي اللي فاتت وكلم كتير جدا عليه عليه بخصوص الاعارة وبخصوص رحيله عن النادي الاهلي طيب ربنا وفقك مبارح واحراس تهدف انا هتكلم عن الحتة الاولانية الموقف اي حد بيشوفه طبعا خصوص ان هو ظهر في الكاميرات بيعمل الحركة دي والمشكلة ان انت روحت اتجاه جمهور الاهلي طبعا انا يعني انا ما بحبش موضوع ان انا اتبح اللاعب او ان انا اخلص على اللاعب زي ما بيتقل ان برضو كل لاعب عنده ظروف وكل لاعب عنده الموقف بتاعه وبند العزر مبارح طبعا شفت منازل بوست اكتر من كذا بوست مبارح بيوضحها ويجي تنظره حتى قال للمرة المليون بقول اللي فصروا احتفالي بشكل خطأ للوقيع بيني وبين جمهور الاهلي لازم يعرفوا ان جمهور الاهلي فوق الراس واي لاعب من غير جمهور الاهلي ولا حاجة ومستحيل اكون اقصت جمهور الاهلي كفاء حرام عليكم ليه كل الاحترام على فكرة خلاص انا واحد من الناس ممكن يكون انا مش عايف رد فعلك كان ايه بس بعد كلامك ده انا هقول لك كلمتين بيني وبينك وبين جمهور النادي الاهلي الملك بين جمهور النادي الاهلي وبيني انا شخصيا انا هو انا واحد بتكلم عليك وبدفع عنك لان اللعيب دايما بيتضغط ويبقى عليه ضغطات كبيرة جدا بس بيني وبينك الملك عندك فترة الفترة اللي جاية ممكن تبقى بتشارك اساسي خصوصا كمان ان ما بقاش فيه مهاجمين فبيني وبينك الملعب اثبت وجودك موت نفسك جوة الملعب قاتل على فكرة الحاجة الوحيدة اللي هتخلي الناس تبقى تتكلم عليك وتشجعك وتسقفلك وكل الكلام اللي تقال عليك ده يتنسي هو اداء جوة الملعب اداء جوة الملعب اللي هيخلي الناس كلها تسقفلك وتشجعك وتسندك اما هنقعد نبرر لنا مش من نهوات التبرير هنقعد نبرر بقى على السوشال ميديو وانا موصلش خلاص سماح زي ما بيتأكده جمهور الاهلي هيسامحك لانك انت بارح عرصت هدف كويس ركز وانت من اللعبة الكويسة اللي شفتك مع انبي كنت متقلق طب اللي انت كنت بتعمله يعني اللي انت كنت متقلق فيه بتتقلق مع الاهلي اخذ انت معك امكانيات تساعدك ان انت تتقلق مع النادي الاهلي ركز في الملعب واللي بيني وبينك وبين جمهور النادي الاهلي وبينك هو الملعب وخلاص ايه في الصفحة ركز مع النادي الاهلي في الفترة اللي جاية واثبت وجودك اثبت وجودك هتلاقي الناس كلها بتشجعك برضو على فيه برضو موضوع حابب ان انا اتكلم فيه بخصوص عمر كمال عبد الواحد يعني عمر كمال عبد الواحد في الفترة الاخيرة فيه كلام كتير جدا عليه بانتقاله للنادي الاهلي ويمكن مستر كولر كان فيه كلام فيه صفقات طبيودلية ما بين خالد عبد الفتاح وكريم ندفد وفيه لعب تاني مش متذكر بالزبط يعني بسما دول العنصرين اللي كانوا موجودين فمستر كولر طلب برحيل خالد عبد الفتاح فطبعا لجنة التخطيط شايفا خالد عبد الفتاح تواجده مهم انا واحد من الناس يعني انا شفت خالد عبد الفتاح فيه اكتر من كزا مباراة يعني مش يعني زي ما بيتقال ايه مش الاضافة القوية لنادي الاهلي ممكن يكون لعب كويس بس يعني الاضافة بتاعته مش القوية يعني فيه اكتر من كزا لعب ممكن يبقى اداء افضل من خالد عبد الفتاح فطبعا مستر كولر طلب عمر كمان عبد الفتاح هو طلبه بالاسم فلجنة التخطيط شايفا من وجه تانا ويمكن ده الفي الخلاف اللي ما بين مستر كولر ولجنة التخطيط ان متمسكين بتواجد خالد عبد الفتاح فهل وعلى فكرة وارد ان ممكن عمر كمان عبد الواحد ما يبقاش موجود في يناير لان دلوقتي الصفقة اللي موجودة ان فيه تبدولات لعيبة ما بين اللعيبة وفيوتشر واعتقد ان مبلغ سبعة مليون جنيه فهي وقفة على كده يعني وكان برضو كان فيه كلامة على اه على صلاح محسن يعني كنا اقولت كان فيه لعيب تالت صلاح محسن كان من ضمن الصفقات التبادلية وهو رفض ان هو يتبادل لانه خرج اكتر من كذا مرة كاعارة وكان فيه تبادل الصفقات يعني فامكن صلاح محسن طبعا الهدف اللي احرازه مبارح ده خلى الناس تاني ابتدت ايه ممكن تفكر وعنده فرصة انه ممكن يقدر يزبط وجوده ويقدر يعلن عن نفسه جوه الملعب يعني كل الكلام ده طبعا على على عمر كمال عبد الواحد ويمكن ده يعني من خلال مصادرنا انه هو ده الحوار اللي حصل بالزبط للفترة اللي جاية هنشوف هل عمر كمال عبد الواحد هيبقى موجود في الاهلي ولا لا وهل هيبقى فيه مهاجم يعني فيه تعاقد مع مهاجم اجنابي الفترة اللي جاية نادي الزمالك ونادي أبو سليم الليبي فطبعا مباراة بداية مشوار نادي الزمالك في المجموعات امام فريق يعني يعني انا واحد من الناس اللي عبت في اهلي ترابلس يمكن هو لسه يصعد حديثا وطبعا مفروض ان خبرات خبرات نادي الزمالك ولعبة نادي الزمالك في ظل اخر مباراة من بيرامدز لعبة نادي الزمالك قدوا بشكل كويس جدا النهاردة المباراة هي البداية اللي هتديك دافع بشكل كبير جدا في الفترة اللي جاي هل نادي الزمالك يعني عمل حسابه لان خصوصك كمان انت لما بتلاعب فرق انت مش متابعها ولا عارفها بتبقى الامور صعبة فكل التوفيق لنادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك ولعبة نادي الزمالك النهاردة لان احنا محتاجين في الفترة اللي جاي وحابب برضو بارك لبيرامدز على الفوز امام مازينبي حتى نادي الاسماعيل يرجع تاني كل الاندية الكبيرة ترجع تاني نادي الاسماعيلي ونادي المصري عايزين نشوف اكتر من كزا نادي بيشارك في البطولات الافريقية اللي بيمثلوا مصر دوقات حاليا الاهلي وبرامدز في بطولة افريقيا والزمالك في الكون فادرالي بالتوفيق للاندية وكل ده على فكرة بيعلم من سعر اللعيبة لانك انت يعني الناس بتابعك وجمهور كبير جدا بيتابعك بتمنى طبعا التوفيق لنادي الزمالك النهاردة في بداية مشواره ويعمل مباراة تليق باسم النادي الزمالك وخصان كمان هيبقى فيه دعم جماهيري بشكل كبير جدا مباراة الساعة سبعة ونتمنى نشوف النادي الزمالك في الموسم الجاي يبقى موجود في افريقيا يبقى منافس قوي للنادي الاهلي نتمنى ان نبقى بيرامدز يبقى موجود في افريقيا يبقى منافس الساعة دي مع النادي الاهلي اتمنى للموسم ده يبقى النهائي في بطولة افريقيا ابتالة دوري ما بين الاهلي وما بين بيرامدز نتمنى نشوف ده وهنا انتهت حلقتنا من برنامج The Defender من Eye Media Sports انتظروني في حلقة جديدة ان شاء الله قريبا تحياتي ليكم ابراهيم سعيد اشتركوا في القناة